كم يا عزيزي اي فكر اي فكر يصاب كالبدن اعزيزي هذا بدنك القرآن الكريم بالنسبة الى البدن شي يقول يقول الآيانة ما احفظها مضمونها انه ضعف ثم قوة ثم ماذا ضعف ثم في آية اخرى ومن نعمره ممكن في سورة ياسين الآية المباركة بلي 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 في سورة ياسين ننكسه في الخلق ننكسه في الخلق ومن نعمره يكون يصل الى القمة ولهذا تجدون بان الانسان في الاربعينات يصل الى القمة من حيث البدن من حيث كل ثم يبدأوا ماذا بالضمور بالتدهور الى انشي يصير ها شي يصير الى ارضا لعمر احسنتم وبعدهم شي يصير قل يتوفاكم ملك الموت خلص تقول كل نفس ذائقة الموت خلص هذا النظام موجود في البدن اعزائي العلوم الحداثوية يعني علم الالسنيات يعني علم الافكار علم الافكار اللي المصطلح عليه بالابستومولوجي علم الافكار علم الافكار يقول ان الفكر ايضا له يبدأ من نقطة كالطفل ثم ينمو 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 الى ان يصل الى القمة ثم يبدأ وماذا ها بالتدهور والضعف الى ان يموت هذه طبيعة الفكر الان احنا الى الان قلنا الانتاج البشري غير المعصوم الان اصعد اصعد درجة اصلا الانتاج البشري او الانتاج المعصوم ام هذا حكم اقول نعم سؤال لماذا ان الله سبحانه وتعالى انزل على البشرية خمس شرائع مولان اولا من بدأ ادم جاب شريعة لو ما جاب شريعة مولان ادم ما جاب شريعة الشرائع الاصلية بدأت بزمان بمن بنوح ولهذا كان من انبياء يقول للعاسم ثم بموسى ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بالخاتف سؤال لماذا ان الشارع او الله هيدة يبدل الجواب لان الشريعة السابقة وصلت الى مرحلة البشرية تجاوزت تلك الشريعة تحتاج الى شريعة ماذا جديدة تحتاج الى شريعة جديدة ما يمكنها هذا معناه انه اذا الشرائع لها صعود ونمو ووصول الى القمة ثم ماذا لماذا السؤال واقعا لماذا لماذا ان الفكر الانساني عندما يقع الفكر في الصراط الانسانية يصاب بهذا الصعود والنزول الجواب لان الانسان في حركة دائمة الى التطور هذا الانسان لان هذا الفكر المن يريد يدير يدير هذا الانسان الفكر مرتبط بالواقع وحيث ان هذا الواقع محوره من من هو محور الواقع هاي الشرائع والعلوم والتكنول كلها لاجل من وسخر لكم ما في السماوات وما في الارضي جميعا منه اصلا لاجلك انت هذا واقف هذا الانسان له في حركة صعودية في حركة صعودية ومن هنا فاذا هذا الفكر حيث انه يتدرج الى الصعود طبعا الانسان الانسان يعني الحركة الانسانية في صعود مستمرها مو انه قد ينزل درجة ولكن بعد ذلك يصعد شنو درجة هاي الحركة التكاملية للانسان لا يتبادر الى الذهن يصل الى القمة ثم ينزل الى القاع لا لما ينزل الى القاع ولهذا الامام سلام الله عليه منتظر ان البشرية تصل الى مرحلة يستطيع ان يقودها لاأقامة العدل الالهي هذا معنى ان البشرية لابد ان تتصاعد اذا اعزائي خلي ذهنك